بينما شرعت الكثير من الدول في التعايش مع كورونا والتخلص تدريجياً من قيود فرضها الوباء لأكثر من عامين، تتصاعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية لتحدى من تفاؤل حذر بشأن السيطرة نهائياً على الوباء. حيث أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إذا ارتفاع عدد الوفيات في العالم ناهيك عن الأعداد القياسية المسجلة من الإصابات. مذ اكتشاف المتحور أوميكرون لأول مرة أبلغت منظمة الصحة العالمية بتسجيل ما يقرب من 90 مليون حالة، وهو رقم تجاوز ما تم الإبلاغ عنه في عام 2020 بأكمله. بدأنا الآن نشهد زيادة مقلقة للغاية في الوفيات في معظم مناطق العالم. تزامن ذلك مع استئناف بعض الدول تدريجياً للحياة بشكل طبيعي. خطوة مضت فيها الدنمارك رغم الأعداد القياسية المسجلة من الإصابات بكوفيد-19. السلطات الدنماركية ودول أخرى استندوا في ذلك على حملات التلقيح الواسعة وتقارير علمية تؤكد أن السلالات الجديدة من الوباء أكثر انتشاراً، لكنها أقل خطورة. رؤية تعارضها بشدة منظمة الصحة العالمية التي دعت إلى عدم الاستخفاف بالسلالات المتحورة من كورونا داعية حكومات الدول إلى حماية سكانها من خلال اللجوء إلى كل الأدوات المتاحة وليس فقط اللقاحات. في السياق حذرت البنظمة من استمرار تطور الفيروس داعية إلى مواصلة الاختبارات ومراقبة الفيروس وفك خريطته الجينية والشروع في تطوير اللقاحات بما يتماشى مع السلالات المتحورة. بينها المتحور الفرعي المشتق من أوميكرون سمي بأوميكرون خفي ورسد في 57 دولة بحسب آخر إحصائية منظمة الصحة العالمية.